السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أبنائي الطلاب صف ثاني عشر أدبي مدرسة التمييز النموذجية كنا تناولنا في الدروس الماضية معنى الفلسفة وأهمية الفلسفة وأنهينا قبل هذا الدرس المعرفة ومميزاتها وعناصرها النهاردة إن شاء الله سنبدأ صفة 24 الاتجاهات الفلسفية وهي خمس اتجاهات الاتجاه العقلي الاتجاه التجريبي الاتجاه النقدي الاتجاه البرجوماتي الاتجاه التحليلي النهاردة إن شاء الله بس هنشرح في حصتنا دي الاتجاه العقلي طبعا كل الاتجاه بيفسر المعرفة من وجهة نظره يعني الاتجاه العقلي هيقول مصدر المعرفة بالنسبة لهم هو العقل الاتجاه التجريبي هيقول مصدر المعرفة بالنسبة لهم الحواس الاتجاه النقدي هيقول مصدر المعرفة الحواس والعقل وهكذا درسنا اليوم الاتجاه العقلي هو اتجاه فلسفي يرى ان العقل هو المصدر الوحيد للمعرفة اتجاه فلسفي يرى ان العقل هو المصدر الوحيد للمعرفة العقل هو ايه المصدر الوحيد للمعرفة ده بالنسبة للاتجاه العقلي طب يا استاذ ما هي خصائص الاتجاه العقلي؟ نقدر نقول ايه مميزات لاتجاه العقلي؟ ما هي سمات لاتجاه العقلي؟ لاتجاه العقلي بيتميز به ثلاث نقاط واحد بيقول ان العقل هو اساس المعرفة نفس التعريف العقل هو اساس المعرفة اتنين بيقر بوجود افكار فطرية في العقل الإنسان يولد بافكار فطرية يعني مولود بها حب الله سبحانه وتعالى شي فطري ونسان يولد مولود به قبل التجربة ثلاثة عن طريق الاستدلال والبرهان ممكن توصل الى المعرفة خمس اكبر اثنين عن طريق الاستدلال والبرهان ممكن توصل الى المعرفة يبقى إذن يا حبايبي إحنا قلنا إيه هو الاتجاه العقلي قلنا هو اتجاه فلسفي يرى أن العقل هو أساس المعرفة العقل هو أساس إيه؟ المعرفة طيب يا أستاذ ما هي خصاص الاتجاه العقلي قلنا ثلاث نقاط واحد العقل هو أساس المعرفة اتنين الإنسان يولد بأفكار فطرية من الله سابق على التجربة ثلاثة عن طريق الاستدلال ممكن نتوصل إلى المعرفة ممكن هنا يا شباب يجي لي سؤال أكمل الاتجاه الذي يرى أنه عن طريق الاستدلال والبرهان نتوصل إلى المعرفة الاتجاه الذي يرى أنه عن طريق الاستدلال والبرهان نتوصل إلى المعرفة يسمى الاتجاه مين؟ يسمى الاتجاه العقلي دولة حبايبي خصائص الاتجاه العقلي هقولهم مرة تانية العقل أساس المعرفة الإنسان يولد بأفكار فطرية عن طريق الاستدلال ممكن نتوصل إلى المعرفة طيب يا سفاز من هما رواد لاتجاه التجريبي ليبينتز عندي باروخ اسبينوزا نقول بس اسبينوزا ثلاثة طبعا اه ريني ديكارت بس بنقول ديكارت يسمى هنا ممثلي لاتجاه العقلي ببعد ما ييج Saul السؤال أكمل من الروادة لاتجاه العقلي بكتب ديكارت اسبينوزا لايبينتز ديكارت اسبينوزا لايبينتز تمام شباب دوله ممثلي الاتجاه العقلي ناخد نبذة أو نبذة عن مين ديكارت طبعا ديكارت يا شباب فيلسوف فرنسي وكان بيلقبه دايما بأبو الفلسفة الحديثة فيلسوف فرنسي ويلقب بأبو الفلسفة الحديثة ورح ناخد الكلام ده قدام الفيلسوف الفرنسي الذي يلقب بأبو الفلسفة الحديثة يسمى كلنا بنكتب ديكارت وأيضا صاحب كتاب منها تأملات في الفلسفة الأولى وكان هو صاحب الكتاب والكتاب تاني اسمه تأملات ميتافيزيقية إذن عرفت عن ديكارت أنه هو فيلسوف فرنسي ويلقب بأبو الفلسفة الحديثة ده بالنسبة لي ديكارت تمام طيب ديكارت هنا ألف كتاب ممكن أقول لك صاحب كتاب مقال في المنهج نعرف ديكارت أو اذكر واحد من مؤلفات ديكارت بنكتب مقال في المنهج مسوف الغالب هيجي صاحب كتاب مقال في المنهج ديكارت من نظريته المعرفة ديكارت طبعا كلنا عارفين أنه هو تابع لاتجاه العقلي يعني أكيد هيأيد العقل يبقى أول نقطة أنه هو شك في الحواس ثم شك في الأفكار يبقى نقطتين شك في الحواس الأول بعدين شك فيه الأفكار هنا النقطة رقم واحد أقدر يا شباب أخصمها نقطتين علل علل شك ديكارت في الحواس علل شك ديكارت في الحواس ليه؟ ليه دكارت الشك في الحواس؟ الإجابة لأن الحواس خادعة لأن الحواس خادعة تصور الأشياء على غير حقيقتها يبقى أول شيء هو شك في الحواس ليه؟ في سبب ليه؟ قالك لأن الحواس خادعة تصور الأشياء على غير حقيقتها صور شيء على غيره حقيقتها النقطة الثانية هو شك في الأفكار ليه أفسد شك في الأفكار قال لأن هناك شيطان خبيث يصور الحق باطل والباطل حق يبقى أول شيء ذكرت شك في الحواس بعدين شك في مين شك فيه الأفكار للنقطة رقم واحد شك في الحواس لأن الحواس خادعة وشك في الأفكار لأن هناك شيطان خبيث يصور الحق باطل والباطل حق تمام دي نقطة رقم واحد دايما شكي في الحواس لان احنا منشوف مثلا من بعيد السراب احنا على بالنا فيه مياه من بعيد على الطريق لما نجرب للجهة السراب فهو شكي فيه الحواس لان الحواس خاطعة اتنين اتنين يقول دايما الشكي يؤدي لليقين الشكي يؤدي ايه انا بشوكي في شغلة افضل اتأكد لحد ما ايه اتوصل الى اليقين فدايما الشكي يؤدينا الى اليقين الشكي هو التردد ويعني الشكي فيه بعض المعلومات احاول افحص وابحث ودور حد ما اتوصل الى المعلومة واكد ايه مية بالمية فهنا ممكن دي رقم اتنين عندك ممكن نقول ليه الشكي يؤدي اليقين ليه الشكي يؤدي اليقين لانه مهما بلغ الانسان الشك فانه لا يشك انه يفكر مهما الانسان شك استحال يشك انه يفكر يبقى هنا رقم اتنين الشكي يؤدي اليقين لانه مهما بلغ الانسان الشك فانه لا يشك انه يفكر. دي النقطة رقم اتنين. ليه الشك يؤدي اليقين? اكتب عليها علل. ماشي شباب? ليه استاذ? لان الشك يؤدي مهما بلغ الانسان الشك فانه لا يشك انه يفكر. مهما الانسان شك ما رح يشك فيه افكاره. متفقين? لذلك هنا في سؤال برضو في نفس النقطة. ما القاعدة المنهجية التي ارتكز على هذه كارت? هنا ارتكز على قاعدة منهجية. دي سؤال بروحه. ما القاعدة المنهجية التي ارتكز على هذه كارت? بيقولك انا اشك اذا انا افكر. الانسان اللي بيشك يبقى بيفكر اكيد. طبعا ما جاعد يشك في شغلة? جاعد يفكر فيها. انا اشك اذا انا افكر. وانا افكر اذا انا موجود. وازبت نفسه عن طريق الشك. ازبت نفسه عن طريق ايه? الشك. انا اشك اذا انا افكر. وانا افكر اذا انا موجود. ماشي? ده بالنسبة لي ما قولت ديكارت انا اشك اذا انا افكر اذا انا موجود كل الكلام ده في النقطة رقم اتنين تمام لذلك هنا في نهاية سطرين عندك في نفس صفحة 24 ديكارت استخدم نوع من الشك احنا عندنا نوع من الشك الشكل المنهجي والشكل المطلق الشكل المنهجي ممكن يوصلنا للحقيقة بس الشكل المطلق ابدا ما يوصلنا للحقيقة الشك المنهجي يوصل لحقيقة لأنه مؤقت أما الشك المطلق ده مريض دائم الشك فما رح يوصلنا للحقيقة ديكارت استخدم أي نوع يا أستاذ من الشك ديكارت يا حبيبي استخدم الشك المنهجي ديكارت استخدم الشك المنهجي وليس الشك المطلق يبقى هنا جات لي نقطة أكمل استخدم ديكارت نوع من الشك وهو الشك أكتبه المنهجي أروح أدور السؤال مرة تانية علل استخدام ديكارت الشكل المنهجي ليه أستاذ ديكارت استخدام الشكل المنهجي الإجابة عندك في آخر سطح سطح 24 ديكارت استخدام الشكل المنهجي من يعرف الشباب لأن غرض لأنه خلاص كده الإجابة لأن غرض الشكل المنهجي الوصول للحقيقة وليس إنكارها يبقى علل استخدام ديكارت الشكل المنهجي كلنا عرفنا لأن غرض الشكل المنهجي الوصول للحقيقة وليس إنكارها النقطة الرقم 3 النقطة الرقم 3 بيقول لي بلوغ المعرفة يجب اتباع عدة خطوات بيقول لي عشان نتوصل للمعرفة عشان نتوصل للحقيقة لابد أن نتبع عدة خطوات يعني بالترتيب واحد الوضوح لازم معرفة تكون واضحة بنتميشوا مع بعض الوضوح والتميز لازم تكون معلومة متميزة نفسه طلاب التميز بإذن الله يكونوا طلاب وتميزين بإذن رب العالمين الوضوح والتميز اتنين التحليل أمسك درس زي كده بفاصص الدرس أطلع للأس يتعلل أجب أكمل قارن التحليل بعد محل المعلومات أعمل لها إيه تركيب أبدأ أركب المعلومات على بعضها سين جيم سين جيم أجمع المعلومات في الآخر أعمل لهم أحصاء دول إسمهم إيه ممكن أضع لهم سؤال خطوات المعرفة عندي ديكارد وممكن إيه سؤال ترتيب خطوات يعني واحد الوضوح اتنين التحليل تلاتة التركيب أربعة الإحصاء ولما أقول خطوات يعني لازم أعرفهم بالترتيب يعني ممكن يدهمني غير مرتبين ويطلب مني أن أنا أرتبهم يبقى دولة اسمهم خطوات المعرفة عندي ديكارد آخر شي ديكارد هيقول إيه يعد العقل هو أساس المعرفة لأن ديكارد تبع العقل أكيد هتبهى بالعقل يعد العقل أساس المعرفة شايف هو إيه؟ العقل عنده إيه؟ ما شاء الله كتب ما شاء الله موسوعة ما شاء الله عليه فيلسوف فرنسي وعالم وفيزيائي ده طبعا إيه؟ ديكارد وهو أب الفلسفة فيأكيد هو إيه؟ عالم في مجاله فهنا يعد العقل هو أساس المعرفة ممكن الثؤال يجعل لل ليه العقل أساس المعرفة؟ بيقول لأن العقل هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس كل الناس عندهم عقل ودي تنفع من القائل العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس كل الناس يتميزوا بالعقل وهنا العبارة ممكن تيجي طبعا إيه؟ من القائل العقل السليم هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس بكده نكون أنهينا الاتجاه العقلي سريعا ليه هو الاتجاه العقلي يا أستاذ؟ احنا قلنا هو اتجاه يا رأى أن العقل هو أساس المعرفة العقل هو أساس المعرفة من خصاص الاتجاه العقلي العقل أساس المعرفة وبيقرب وجود أفكار فطرية في العقل وجود أفكار فطرية يعني الإنسان يولد بأفكار فطرية حب لله شي فطري من الله سبحانه وتعالى ايه موقف ديكار تبنى زية المعرفة؟ قلنا واحد شك في الحواس لأنها خادع ثم شك في الأفكار لأن هناك شيطان خبيث اتنين أكد أن الشك يؤدي اليقين تلاتة لبلوغ المعرفة لازم يتابع عدة خطوات الوضوح التميز التحليل التركيب الحصاء آخر شي قال يعدل عقل أساس المعرفة بكده نكون أنهينا درسنا الاتجاه العقلي جزاكم الله خيرا واشكركم على حسن استماعكم وتمنى نلقاكم على خير بإذن الله والسلام عليكم